سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي النهاردة من أجلكم إن الرب يجدد قوته فيكم قوة الله المحررة والمغيرة أشعياء النبي بيتكلم عن ناس بعينهم في الإصحاح الأربعين سماهم منتظروا الرب منتظروا الرب ده أنا وإنت وكل إنسان قلبه بيطلب الله بأمانة منتظروا الرب ليهم حال خاص انتظارهم للرب بيجعل قلبهم وأفكارهم وحياتهم والأتتوت بتاعهم كله يعني ليه شكل معين أمام الله بصلي إنك أنت وإنت تكونوا منهم النهاردة انتظر الرب في حالة استعداد في استعداد لحضوره استعداد لعمله فيك استعداد لعمله من خلالك وأيضا إيمان إن الله اللي وعدنا إنه يكون معانا وإنه يعضدنا وإنه يعطي قوة وإنه يجدد كالنسر شبابك هو أيضا يجدد قوتك كل يوم ويكون معك ومعك في الطريق كتاب بيقول كده إنه يجدد كالنسر شبابك ترفعون أجنحة كالنصور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون لننتظر الرب النهاردة أنا وأنت في حياتك في مشاكلك في يومك في احتياجاتك في علاقتك الشخصية بالرب بقول له يا رب النهاردة أنا عايز أشبع بيك أنا عايز أعرفك أكتر وأقرب وأوضح ويكون انتظار قلبك لمعرفة الرب اللي يعطيك قوة إنك تواجه مشاكلك ويجدد قوتك ويعطيك قدرة ويعينك في كل شيء حسب وعده مهما كانت الصعاب والإتعاب النهاردة الله لم يعطينا روح فشل بل روح القوة والمحبة والنصح كل ما هو للبناء والصلاح كل ما هو لمجد اسم الله دي عطايا الله في حياتنا بصالي إن ربنا النهاردة يشجعكم مهما كانت ظروفكم اليومية وإنكم تروا اليوم يده في وسطكم عنوان حلقة النهاردة هو أبطال أم أشرار قبل ما نتكلم على تفاصيل عنوان الحلقة خليني أولا أقدم تعزية خاصة أمامكم خادم الرب الأمين بات روبرتسن انتقل بالأمس خادم الرب بات روبرتسن مؤسس قناة السي بي ان المسيحية والمشهور ببرنامجه 700 كلاب قناة الحياة بتعزي أسرته وأسرة خدمة السي بي ان وتعزيتنا إنه مع الرب وطبعا ذاك أفضل جدا بنشكر الرب من أجل خدمته وكانت خدمة أمينة مثمرة من أكتر من 60 عام وهو بيخدم الرب بأمانة هم أيضا هو أيضا كان شريك في خدمة قناة الحياة منذ البداية وإحنا بنشكر الرب من أجل أحد أبطال الإيمان اللي سبقونا ليكونوا في محضر الرب بات روبرتسن إلى اللقاء خليني بقى أنتقل لخبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة مرتبط طبعا ارتباط مباشر جدا بعنوان الحلقة اللي هم أبطال أم أشرار قبل ما حتى يعني أتكلم عن تفاصيل خبر الأسبوع عايز أقول أنه عنوان الحلقة مش بيضع يعني تصنيف على حد لكن أنا عايزة عنوان الحلقة يكون بيساعدنا إحنا نعرف إزاي نفهم أفكارنا عن المعاني اللي إحنا بنطلقها كده والأسامي اللي إحنا بنطلقها كده على الناس بدون فهم لمحتوى الكلمات زي كلمة بطل أنا قلت أن بات روبرتسن كان بطل من أبطال الإيمان لأنه أمضى حياته كلها مركز على خدمة الله إسعاد الناس توصيل كلمة المسيح للناس إعطاء حياة للناس مساعدات مادية روحية تعليمية كل حياته كانت مركزة أنه كلمة المسيح توصل للعالم كله كان عنده رؤية أنه دي هي الحياة اللي الرب دعا لها عاشها على قدر ما شفنا بأمانة شديدة فيسمى نعم بطل الإيمان عارفين ليه بطل الإيمان؟ لأنه قطاع الله ومشي في الطريق اللي دعاه لي الله ده بطل لكن هناك أبطال نطلق عليهم أبطال كده ولكن بطولتهم لا تتناسب مع معنى البطولة الحقيقية اللي تفيد اللي تبني اللي تهتم بالآخرين خبر الأسبوع فيه لمحة من ده وإنت الحكم على وإنت أيضا على أنت بتبني أفكارك على أساس إيه والأفكار اللي إحنا بناخدها كده ونقتبسها أو نسلمها من الآخرين اللي في حياتنا أو من تعليمنا لم نبحثوا أو من فهم ديني لم نمحسوا بتأثر على أقلوبنا وأفكارنا وعلى مدى انفتحنا للحياة في النور أم للحياة في الظلمة خبر الأسبوع النهاردة من مصر وهو عن حادث الحدود بين مصر وإسرائيل في منطقة العوجة في مجند أمن مركزي مصري اسمه محمد طلح عنده عشرين أو حاجة وعشرين سنة تقريبا المجند ده حاصل على شهادة الإعدادية يعني بعد الإعدادية اللي تعرف عنه في السوشيال ميديا أنه خرج من المدرسة الإعدادي يعني خرج علشان يشتغل في صنعة كان بيشتغل نجار علشان يساعد أخوه في مصاريفه على البيت على أمه وإخواته شيء كويس يحترم يعني أنه يشتغل علشان خاطر يعني يعتني بأسرته لكن طبعا التجميد في مصر المفروض أنه يعني يكون حاجة مفروضة على العسكرية في مصر مفروضة على الشباب إجباري على الذكور حتى الآن يعني فواضح أنه هو دخل في بقى مجند في الأمن المركزي ويشتغل في المنطقة دي في العوجة على الحدود قرر أنه في وقت الخدمة دي أنه يقطع الحدود ويهاجم الناس على الناحية التانية بقى في إسرائيل الناس دول اللي بينهم ومن بلده معاهدة سلام من قبل ما يتولد أصلا ويفتح باب حرب سياسية وحرج دولي وقتل نفوس بلا سبب ولا تعدي من جهتهم طبعا الأقوال بتتضارب لكن يعني الكتاب بيقول كده أنه من له يعني اللي عنده عينين يبص ويفهم والإنسان لازم يعقل الكلام اللي بيتحطه قدامه كده بالتفاصيل المتضربة أحيانا ويشوف الوضع كان إيه ونقدر نعرف بقى إذا كان دي حاجة صدفة مش صدفة ولا تعدي ولا وليه التعدي ده حصل وده مقبول ولا غير مقبول لما تكون دولتك عندها معاهدة سلام مع أي دولة في دول الجوار وإنت تتعدى عليهم تبقى قاتل تبقى عملت جريمة تبقى مش حادثة أكيه أنا مش بقول يعني أن أنا عارفة التفاصيل كلها لكن إحنا حنسمع ونشوف التفاصيل المتاحة نستنتج منها إيه أكيه سؤالي النهاردة للمشاهدين أنت بتعتبر محمد صلاح بطل أم لا ولماذا؟ يا ريت تكتبولي تتستو أفهم لأنه دلوقتي بقت فيه هوجة بقى غير عادية صور محمد صلاح في كل حتة بتقول أنه البطل المغوار الخلوق المؤدب يعني أنه عملته من هذا الشخص بطل اللي حصل أنه محمد عبر الحدود لوحده وقتل ثلاث مجندين إسرائيليين وجرح آخر أو اتنين آخرين الحتة دي مش واضح عندي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي فيه شرح من قناة الشروق بيحكوا فيه إيه اللي حصل وإزاي الإعلان عن الحادث اتوصف كأنه كان بيتعقب يمكن كان بيتعقب تجار مخدرات وكده والكلام مش كله راكب على بعضه فنسمع في الفيديو ده الموضوع بيتعرض إزاي وبعدين نكمل كلام تفضل المتحدث العسكري وضح ملابسات حادث إطلاق النار على الحدود الشرقية مع إسرائيل وإنه طبقا ليه متحدث العسكري النهاردة إنه فجر اليوم النهاردة أحد عناصر الأمن المكلفين بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات أثناء المطاردة قام الفرض الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما قد إلى مقتل ثلاثة من عناصر تأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين واستشهاد الفرض لتأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقع غريبة قوي أنه قال لك على طول كده استشهاد كأنه كان رايح يحارب هو فعلا كده هو خرج علشان يعمل حرب خاصة به هنتكلم في تفاصيل يعني إيه اللي ممكن يكون كان في مخه بعدين يعني كل واحد ممكن يعني يفهم من النظرة البسيطة للمعطيات اللي في حياة هذا الشاب الصغير اللي لسه خبرته في الحياة يعني محدودة جدا المعطيات اللي في حياته كانت بتقوله أنه طالع يعمل غزوة غزوة العوجة يعني احنا كل شوية عندنا غزوة من نوع معين اللواء سمير فرج المحلل الاستراتيجي خرج علينا كده بيقدم لنا تحليل وتفاصيل للحادث بنفس الطريقة اللي اتكلم بيها المزيع اللي بيشرح الموضوع ده ويقولك إيه أنه أصل هو المنطقة دي فيها تجار مخدرات كتير فهو المفروض أنه هو واقف هناك علشان تجار المخدرات لو هو مش واقف علشان تجار المخدرات هو الحدود بتقف عليها حراسات لأسباب كتيرة مش بس تجار المخدرات فبيقولك أنه هو شاف التجار دخلوا فطاردهم طاردهم خمسة كيلو داخل حدود اسرائيل شيء غريب جدا طبعا كلام لا يعقل لأنه إذا كان يعني المجند محمد صلاح دوره حماية حدود بلده يعني هو واقف يحمي حدود بلده تجار مخدرات خرجوا من مصر لحدود اسرائيل على فرض ما يقولوا أنه يعني مش نزدوا من السماء هم مجيئين من مصر لحدود اسرائيل يعني المفروض يقف عند الحد بتاعه ويحمي الحدود بتاعته لكن ممكن لو يجري وراهم لو دول جايين من اسرائيل داخلين مصر فيجري وراهم جوا حدود مصر عشان يمسكهم قلب ما يدخلوا مصر لكن يجري خمسة كيلو جوا حدود اسرائيل ويعني كمان المنطقة دي منطقة صعبة ووعرة وبيقولوا أنها فيها كهوف ويعني مش مش مكان ساوي كده حيمشي فيه لا يعني فيها صعوبة في التسلق والكلام ده كله مشي خمسة كيلو لحد ما ايه بقى لحد ما وصل لبرج الحراسة دوره المفروض كجندي هو دوره الحماية زي المجندين اللي وقفين على الناحية التانية بالضبط اللي في نفس عمره اللي قتلوا بلا سبب مباشر فهم يعني ما تعدوش عليه الاتنين الاولانين اللي قتلهم ما فيش حاجة بتقول انهم ما تعدوا عليه هل المجند ده فاهم ايه القضية الفلسطينية مثلا هل محمد فاهم القضية الفلسطينية هو دخل علشان يقوم بمهمة بيقولوا عليها ايه مش يعني اللي بيفجروا نفسهم دول بيقولوا عليهم ايه حد يقولي مهمة انتحارية محمد دخل علشان يقوم بمهمة انتحارية ليه علشان يناصر شعب فلسطين مثلا علشان يناصر القضية الفلسطينية هل هو فاهم المحاور بتاعت القضية الفلسطينية ام انه اللي في مخه انه داخل علشان يحارب الشعب ده اسرائيل وهو مش فاهم وهل المهمة اللي هو عملها دي حررت يعني عملت حاجة في الشعب في الفلسطينيين رجعت لهم حاجة اديت لهم حاجة زيادة حركتهم زيادة هتزود في ميزان السلام الدول العالم كلها بتحاول انها تشترك فيها علشان تجي تحلل القضية دي ولا هو فاهم حاجة هل القضية كانت قضية فلسطين ام انها قضية دينية هي بالتأكيد قضية دينية لان الخلفيات اللي عنده مش خلفيات سياسية هي خلفيات دينية من اللي يعرفوا عن مشاعره ناحية اليهود النهاردة مفيش حرب بين مصر واسرائيل جاب منين المشاعر دي مين اللي بيكمل يزرع في نفوس الناس العداوة ضد شعب اسرائيل موجودة في اصول القرآن موجودة في اصول التعليم الاسلامي محمد اتعلمها في المدرسة وكتابه الشارع ففي النهاية الشاب الصغير اللي عنده عشرين سنة ده قتل نفوس بريئة سواء اختلفت او اتفقت معايا على انه دول نفوس بريئة لانه مش كونهم اسرائيليين يبقوا اشرار لا ده مش حقيقي ومش لازم ان احنا نقول كل الكلام اللي الناس بتقولوا كده علشان خاطر يعني محدش يقول علينا ان احنا مش مع فلسطين ومع اسرائيل وكلام ده كله لا كل واحد حر يفند افكاره لكن الحق ان الناس دول كانوا شباب صغار في السن ابرياء زيهم زيهم مجندين اجباري زيهم زيهم زي شباب مصر الجيش اجباري عندهم برضو فهو بيخدم بلده في الحراسة زي ما انت بتخدم بلدك في الحراسة هو مش عدوك علشان تقتله دلوقتي محمد بالتصرف ده سبب حرج وازمة البلده ومشاكل كتير جدا لانه اتعلم الكراهية بلا فهم نشوف الصورة دي من موقع راست دي بيقولك العنوان بيقول موقع اسرائيلي بيقول الكاميرات رصدت لحظة دخول محمد صلاح لكن الجنود الاسرائيليين يعني كانوا غافلين بس انا عايزاكم تشوفوا ازاي ده السياج كان مقطوع لا محمد كان معاه ادوات ومرتب الامر وهي مهمة انتحارية مدبرة بالنسباله مشي اميال في تدريس صعبة واشتبك مع برج المرقبة وقتلهم وبعد عدة ساعات الاثنين اللي تقتلوا الاول دول قعدوا عدة ساعات قبل ما القادر بتاعتهم يتشفوهم كان لسه موجود جو الحدود الاسرائيلي ليه لانه كان بيبحث على هو داخل عارف انه هو هيقتله شوية ويبقى اسمه بطل ويخلد ويكسب بقى الجنة والحريات وكل ده هو رايح يشتري حاجة فقعد جوه الحدود عشان يجد ضحايا اخرين الى ان قتل وقتل في النهاية انا حزينة جدا على الولد ده يعني انا حقيقي حزينة جدا حزينة للحال اللي وصل ليه شباب زي كده انه يكون عندهم يأس الى هذه الدرجة ويكون عندهم يعني برمجة في عقولهم لدرجة انه نفسه تهون عليه مش بس انفس الاخرين عشان فاكر انه الله اشترى بقى من المسلمين من المؤمنين اموالهم وانفسهم ويطلع ياخد بقى جنة وحريات وحيروح بقى عالجنة حدف ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون مش كده ولا حد شاف ولا حد عارف ولا في دليل ولا اي حاجة سؤال مهم جدا كانوا فين حرس الحدود هو فيه مجند امن مركزي بيطلع لوحده كده لوحده في حتة كده مفتوحة ازاي ما كانش فيه حد تاني الاسئلة دي ما بيسألوش عنها المحللين المصريين والعرب احنا عايزين نسيبها كده عشان احنا عارفين ان محمد عمل العاملة دي مهمة انتحارية مدبرة لكن احنا مش هنقول حاجة احنا هنحتسب وعند الله شهيد لو محمد كان واقف على حرس الحدود حتى يعني ولو اني ما اعتقدش انه فيه واحد بيقف لوحده كده في حتة سداح مداح مش هيبقى معاه لسلكي يكلم بيه حد لو فيه حاجة حصلت له مش معقول يعني لو كان بيطار التجار مخدرات حيمشي كده لوحده يطار التجار مخدرات مش هيبلغ القيادة مرة تانية محمد شرتي دوره الحماية لكن حولوا الفكر الاسلامي الى قاتل اختار الموت لانه مزروع في ثقافة الموت بطولة يعني كاذبة دي بطولة كاذبة انت تقدر تسميها زي ما انت عايز انت شايف ان ده انتصار للشعوب العربية ضد ضد اسرائيل لكن هي في الحقيقة جريمة دولية وانسانية هقول لك ليه انا عارف انك هتزعلوا مني النهاردة بس انا بتكلم يعني يعني بمنتهى الامانة هدي لك مثل يفهمك ليه انا بقول كده لو شلت اسم مصر واسم اسرائيل وحطيت المانيا وفرنسا ايطاليا وفرنسا مثلا وحطيت الاسمين دول و على الحدود بين البلدين حصلت الجريمة دي حارس من هنا ضرب حارسين من هناك وخلاص هيقولوا عليه بطل ولا هيقولوا عليه مجرم هيتقال ايه للأسف انه الشعوب العربية والاسلامية اتشالت منها يعني الفهم لانه انسانيتنا تخلينا يعني مش اي حاجة تانية انسانيتنا تخلينا مفروض يعني ان احنا ننظر للانسان الاخر ونعتبره انسان زي اذا كان بقى ابيض اسود صيني اسرائيلي يوناني ايا كان دا انسان مش دولة في في الحرب العالمية التانية كان في الناس كانوا بيعملوا لهم درافتين يعني يعني ايه درافتين بيدخلوهم زي لما يكون في حرب يقوموا الناس يقولوا ككل الشباب اللي سنهم 18 يتطوعوا للحرب اكي فكانوا في الحرب العالمية التانية كانوا الشباب اللي في القرى ام يعني بي فلحين ام في مصانع ام بيشتغلوا عندهم حياتهم العادية كانوا مضطررين انه هما يروحوا يحربوا برضو علشان خاطر البلدهم مثلا في انجلترا او في المانيا محتاجة انه الشباب يروحوا يحربوا في قصص كتيرة جدا اتحكت بعد الحرب ما خلصت عن جنود صغيرين في السن كانوا لسه يدوب داخلين الحرب وهم يعني يدوبوا ممرانين هم يدربوا يستعملوا السلاح وبيدخلوا بقى يواجهوا الانجليزي يواجهوا الالمان ولا الفرنسويين ولا ايه فكانوا يعني بيبقوا في مواقف مرعبة جدا والحرب وقتها كمان كانت يعني فيها بشاعة في الادوات اللي بتستخدم فيها والحال اللي كانوا فيه الناس ففي قصص كتيرة طلعت انه جنود يا اما انجليز او يا اما المان بيجدوا انفسهم واجها لوجه شاب قدام شاب والاتنين بيرفعين المسدس على بعض وما فيش حد حواليهم ما بقاش فاضل من الكتيبة بتاعته الا واحد اتنين وانت ما فيش فاضل من الكتيبة بتاعتك غير واحد بيبصوا البعض ويتدوروا ويمشوا بيشوفوا الانسانية في عينين بعد ويتدوروا ويمشوا يختاروا انهما ما قتلوش بعد لانهم شافوا الانسان بعيدا عن الصراع الدولي وشافوا الانفصال ما بين الصراع الدولي اللي هو وضع فيه والحقيقة اللي هو شايف ان اللي قدام ده انسان دي في نظري بطولة مش خيانة فكرة البطل المرسومة في الفكر الاسلامي يعني اذا كنا بنقول على انتحار بطل اذا كنا بنقول على واحد فجر نفسه في ابرياء واطفال بطل او شهيد يبقى في حاجة غلط في حاجة غلط كبيرة لان البطل الحقيقي يساعد ينقذ يدافع مش يقتل ويرتكب جرائم لكن اسلاميا يعتبر شهيد ويعلم بقى الشباب تمجيد الشر هل يصلح انه يقال عنه فخر العرب ايه رأيك النهار ده بقى الترند اللي ماشي انه محمد ده هو بقى فخر العرب الحقيقي ابتدهلنا مين الاصل فين حاتم الحواني شوف الصيد اللي جاي من اوائل المشجعين لمحمد صلاح الصيد اللي بعد كده هذا هو فخر العرب الحقيقي وليس ما يصدر لشبابنا من التافهين والتافهات محمد صلاح نحسب والله من الشهداء حاتم الحواني على طول طلع بدي لكن الحسابات هنا بتاعت مين بقى انت بتحسبه عارفين مين كمان اللي قال كده عمر قديم برضو حكى الحكاية كده وقال وهو دخل مش عارف اين وكان بيدافع تجار المخدرات وكده فابننا برضو شهيد يعني احنا نحسبه شهيد هو برضو قال كده ف ليه بتقول على ده فخر العرب اسأل سؤال الشباب اللي تقتلوا دول حد منهم يعني انا مش شايفاهم محاربين دول ناس وقفين بيحفظوا حدود بلدهم انت فرحان فيهم ليه كسب ايه شعب فلسطين بموت الاطفال دول بالطريقة دي وموت محمد انت شايفوا فخر العرب مع ان محمد بقى عنده ام مكسور قلبها اكيد مكسور قلبها هم اكيد ضحكوا عليها بحتة بقى شهيد وعند ربنا وهتدخلي بسبب الجنة وكل التعليم الاسلامي اللي بيلتف حول عقول الناس يعني انا بشوف ده كأنك كأنه يعني تقبان بيتلف كده حوالين فريسة مهما قلت محمد ساب امه مكسور قلبها بالعائل او مساعدة في اعالة العيلة هل دي بطولة هقف عند حتة نحسبه من الشهداء دي وعايز احكي لكم قصة عن جدتي ام ابويا جدتي ام ابويا كان عندها ابويا وعمي كان طيار من افضل الطيارين اللي كانوا في الوقت ده وقتل في حرب الاستنزاف انا كنت صغيرة في الوقت ده فروحت علشان اقعد مع جدتي لان جدتي كانت حزينة جدا الست فقدت عقلها بموت ابنها فكانت تعد كده في صورة كبيرة في الصالون صورة عمي وتحتها او فوقها مش فاكرة اللي هي بقى ايه ولا تحسب ان لذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون والست تعد طول الليل والنهار تدور عليها تلاقيها قعدة تحت الصورة دي بتعايت يا اما كل جمعة نروح المقابر والرجل قعدة يقرأ نفس الايات دي وهي قعدة بتعايت وقلب محروق وبتندب طول الوقت كل الناس كانت بتقول عليه بطل حتى امي ما كانتش بقى تعرف المسيح وقتها ولا انا كنت تعرف المسيح كنت صغيرة خالص يعني فأما امي قالتلي قلتلي عمك شهيد ده بطل ولا انا عارف يعني ايه شهيد ولا انا عارف لكن كانوا يقولولي ده حيروح الجنة حدف ولا عارف يعني ايه انا كل اللي شايفاه ان قلب جدتي مش فيش وان عنيها ما جفتش وان وان قلمها ما ما شافهاش انه بيقولولها انه شهيد ما فيش دليل على حاجة زي كده المفروض ان احنا نفرح انه شهيد لكن ما فيش حاجة تفرح قلبي الام بالشكل ده ابدا لما تفقد ابن ليها الاسلام بيجعل من الارهاب بطولة انا مش بقول انه انه الحرب كانت ارهاب لا حرب حرب الناس بتحارب ده هيموت وده هيموت لكن اتعدى على ناس في حالة سلام ده ارهاب النهاردة في عشرات من الفيديوهات اللي بتمجد بكل فخر اللي قام به محمد فليه بقى لانه لما تشجع الشباب على انهم يروا ان دي محمد دلوقتي بقى يعني بيتعمل له فيديوهات و و و و وعملين له يعني مثلا عملين له فيديوهات محليين وشه فيها عملين له فيديوهات عملينه كأنه بيقرأ ايات قرآنية قبل ما يروح يعمل العمل الارهابي اللي هو عمله ده ومنورين بقى وشه قوي كده فاكرين يعقوب لما يحطوله عشرين لمبة على وشه علشان ينور برضو عملين له كده بقى النور طالع من وشه و و ومزوقينه يعني حقيقي موضبين ملامحه كمان يعني وكل بقى العبارات الجاياشة انت البطل انت مش عارف ايه واللي يروح يعمل له عمرة على روحه طب ما انت يعني طب شهيد انت بتعمل له عمرة ليه مش مفروض رايح الجنة ولا ايه يعني اي حاجة بس حسحب بقى حتة اي حاجة دي اللي اني عايز اقول ان دي مش اي حاجة ده سيستم علشان يعلم الشباب انه دي حاجة كويسة فيقوم الشباب يعني محمد مش اول واحد يعمل كده هو في واحد تاني عمل حاجة زي كده برضو وعملوله هيسة وقول ليه لو بقى شهيد وبقى مش عارف ايه فمحمد عايز يبقى بطل زيه تمجيد الاشخاص دي او مقام بيه محمد او امثاله يشجع غيره على اعتناق ثقافة الموت وتمجيد الشر الفيديو اللي جاي ده شوفوا مثل من الامثلة عشرات الفيديوهات موجودة بتتكلم على يعني يا سلام يا محمد وبيسقفوله وانت البطل وانت اللي مش عارف ايه شوف الفيديو اللي جاي محمد صلاح هذا الذي ترونه امامكم وانتم ترون هذه الصور ماذا يجول في خاطركم انه شاب عادي من جيل هذا اليوم لكنه فخر العرب والمسلمين الحقيقي هذا الشاب شاب مصري قام بتسجيل هاتريك لكن على طريقته وقام بقتل ثلاثة صهاينة السلام العسكري دائما يضرب لمن هو اعلى رتبة عسكرية اليوم نضرب لك السلام العسكري يا محمد لانك اعلى منا رتبة ومنزلة عند الله عز وجل عش مثلما ولدتك امك باسلا ان الحرائر لا يلدن ضباع قلت مرة جربوا افتحوا لهم الحدود سترون عجب العجال هذا جيلنا لن يقس منها جربوا افتحوا لهم الحدود عشان انت بتربي ارهابيين لذا كان دا تفكيرك لكن الانسان المعتدل يجرب يلاقي حلول بالسلام يجرب يدبع القوانين يجرب يفكر في الحاجات اللي تعطي حياة مش الحاجات اللي تقود الشباب الصغير اللي لسه في مقتبل حياته للموت بفتكر انه محمد الحقيقة ضحية ضحية هذا الفكر لانه شاب عنده عشرين واحد وعشرين سنة صحيح خرج من المدرسة بادري بس اتعلم مهنة كويس النجارة مهنة كويس كان ممكن يفتح بيت ويشبع امه ويفرح امه بولاده وعياله وعيلته تكبر وممكن ينجح في عمله فيبقى راجل اعمال او راجل كويس خير في البلد اللي هو فيها يتعلم حاجة عدلة ويعلم اللي حوالي حاجة عدلة ربنا يرزقه في عبارك غيره يعني هناك طرق كثيرة لانك تكون سبب بركة في الحياة لكن الحقيقة محمد مات عالفاضي ضحكوا عليه الشيخ اللي وقف بيقوله افتحوا لهم الحدود تفضل حضرتك روح ليه حضرتك مش عالحدود زي كل ابطال الاسلام ابتدوا بكذبة وانتهوا بجريمة في حلقة عملناها كان اسمها ابطال الاسلام اعتقد اتفرجوا على مين اللي الاسلام بيسميهم ابطال اللي كانت خوازهم مرشقة بالسهام وملابسهم يعني مليانة بالدماء اللي حياتهم كلها كانت في الحروب دول ابطال الاسلام وانه الكذبة بقى عشان انا زي ما بقول كده كل ابطال الاسلام ابتدوا بكذبة وانتهوا بجريمة الكذبة كانت التعليم الاسلامي نفسه اللي حدهم عن الله الى فكر شيطاني يقودهم الى حرب دائمة ودفاع عن اله لا يرتوي من الدماء فينته الناس اللي بيتبعوا هذا الفكر الى الحياة بجرائم بالشكل ده كل حاجة ليها قوانين كل حاجة ليها ترتيب وليها طريقة ما ينفعش انه الانسان يبقى همجي بالشكل ده هل محمد تصرف تصرفات بطل ام ارهابي لو شلت الاسلام من الصورة لو شلت الاسلام من الصورة من القضية الفلسطينية بالكامل هتلاقي انه في امور كتيرة هتتغير طيب خليني اخد الاخت سوزي مونير اهلا اخت سوزي ازاي اتفضلي اهلا بك يا ماني اهلا لو تسمحيلي اقول مدخلة اتفضلي خليني بس اقول للمشاهدين انه الاخت سوزي اه انتو شفتوها معايا على الحلقات كذا مرة في الشهور الماضية فانا سعيدة لنوع الفكر اللي بيدخل لي ايه ايه نوعية الفكر اللي بيمنحني الحق في ان انا اقصاء الاخر حتى لو كان لو كان الاخر دوت مختلف عني احنا احنا على فكرك يعني لازم بفاهمين انا سراعي مش مع الانسان نعم احنا كلنا احنا كلنا تحت الخطيئة كلنا لينا لينا حرب واحدة احنا كلنا يعني المفروض ان احنا نكون شايفين ان حربنا هي مع ارواح الشر الروحية حربي مش مع اخويا الانسان هو بس الفرق الفرق سوزي انه حضرتك بتتكلمي انه الله علمنا ان احنا ما عندناش حرب انسان مع انسان لكن الاسلام ما فيهوش الفكرة دي لا في في حرب انسان مع انسان لانه انا اتصلتي وانا لسه هقول الجملة دي هقول لك الجملة دي وكملي لي انا بقول انه لو شلنا الاسلام من فكرة القضية الفلسطينية دي هتلاقي ان الامور هتتغير لان القضية الفلسطينية مش هي السبب في كل ده لكن الاسلام اللي شاور على اليهود وجعلهم هدف في الدنيا والاخرة الحرب بين المسلم واليهود في الدنيا والاخرة محمد ابتداها والمسلمين كملوا بالفكرة بدون بحث خالص الفرق بقى انه دي روح ودي روح كملي بقى ده يعني هذا في ربنا لأن الإنسان على صورة ربنا فأنا لو بقت الإنسان تاني أنا حربي ليست مع إنسان أنا أصبحت حيوان معيش صوري في الكلمة أنا إذا كنت بقت الأخوية أو بقت الأختي سواء كان قتل بالدم فعلاً أو قتل حتى أن أنا بجيب في صورته بالغلط ده برضو قتل في حد ذاته أنا أصبحت حيوان أنا لم أعد إنسان يعني إنسانيتي اتغيرت إنسانيتي اتغيرت أنا بقيت عايشة بغابة والبقاء للأقوى أصبحت وحشي يفترس الآخر مش هو ده هدف ربنا خالص من خلقة الإنسان إحنا مفروض إن إحنا بنوضح صورته على الأرض يا جماعة خلونا فاهمين إن محارباتنا ليست مع لحم ودم خنأتي صراعي مش معاك يا أختي ولا يا أخويا سواء كنت من جنس مختلف أو من دين مختلف أو من عرق مختلف خلونا فاهمين على سكر الشيطان ضحك علينا وخلانا نخبط في بعض وندرب بعض عشان هو قتال للناس من البيت الكتاب وادس يقولينا كده هو قتال للناس من البيت دي عين المشكلة هو عايز يموتنا بس أنت بتتكلمي بفاهم المسيحي لكلمة الرب اللي بتعلمنا أنه اللي قدامي أخويا وأختي أما المسيح قال أحب قريبك كنفسك والقريب ده بقى حطي تحته إلى مالة نهاية ما قريب ده أخويا أخويا في الإنسانية أخويا في الإنسانية لكن لا يمكن أبدا أنك تقولي على اليهود أنهم أخو المسلم في الإنسانية دي حاجة خارج الإطار لأنه مش أولا أننا بنتكلم على مش الله الحقيقي في الإسلام وبنتكلم على فكري مختلف خالص غير مرتبط بالروح خالص وبعدين يعني حقيقي مبلاش الشر يغلبنا لازم حد يكثر السيركل دي يعني أنا هقتل فيهم وبعدين هما هيقتلوا فيا طيب وبعدين أي إن كان إذا كانوا يعني إذا كانت تحول إلى حيوان بالضبط وأي إن كان إذا كان النهارده العادو هو اللي أنت شايفه اللي على الحدود النحية التانية يا شعب إسرائيل فأنت بكرة العادو اللي أنت شايفه الكافر اللي في أمريكا أو أو لا ما نهد الحق خلاص بقى الحق بالضبط والروح اللي عملة تضز فيا فور الآخر أنا مش واخد بالي أن الروح دي بتحولني إلى إلى أي حاجة تاني غير إنسان لم أقعد إنسانا بالضبط يعني ربنا يدينا إن إحنا نشوف الروح الصح وإن إحنا نميز الأرواح الروح اللي بتكلمنا والفكر اللي بيكلمنا ونقدر نميزه وبعدين على فكرة الحق واحد الحق واحد ربنا حق مطلق مفيش حقين ومفيش فكرة حل يعني غلط يديني نتيجة صح بس ما بنقول إن الحق واحد أنا معاكي الحق واحد طبعا والحق حق مطلق وكل حاجة لكن لما بتقولي كده المسلم بيفتجر إن إحنا بنتكلم عنه إنه الإله اللي بيتكلم في القرآن ده هو الإله اللي إحنا بنتكلم عنه ودي مش حقيقة لأنه النتائج النتائج بتاعته في حياتك بتوريك إن دي مش حقيقة سوزي لو نميز الأرواح لازم نميز الروح اللي بتقولي أقتل أخويا لا يبقى لازم أميز أشوف إن ده مش هو روح ربنا روح الله يجمعنا روح الله يجمعنا كلنا تحته نبقى كلنا واحد لا يهودي ولا ولا جريك حتى كنتم وانت بيقول كده لا يهودي ولا يوناني ولا ولا أنثى ولا عبد ولا حر إنما كلنا واحد في المسيح كلنا واحد أمين يا رب أمين في اسم يسوع تكون الحلقة دي والكلمة دي بداية لإننا نفتح العقل مش مشاورة إنت ده إسرائيل وده فلسطين إنت لكن المشاورة على العدو أنا عايز العدو هو الشيطان العدو هو الروح الوحشة بزا الروح الشريرة خليني أسألك مين البطل من منظورك أو من منظور الكتاب البطل البطل هو اللي يعرف روح ربنا ويطلب من ربنا إنه يمتلكه لكي ما يكون صورة الله على الأرض هو ده البطل هو ده هو البطل هو هو اللي يحط اللي يكون بيعمل حضور الله على الأرض اللي يجمع أخواته اللي يحب أخواته اللي يبين محبة الله لكل إنسان سواء كان كبير أو صغير رجل أو امرأة طفل أو أي أيا كان لأن الله محبة هو ده البطل هو ده الإنسان هاللوية عارفة أنا هقول بس الحتة دي وانت معايا وبعدين هكمل في الختام الفكرة لكن كنت بفكر إيه العامل المشترك بين أبطال الإيمان اللي في عبرانين 11 هتلاقي إنه فيه تكرار لكلمة أطاع الله نفذ إرادة الله أطاع أوامر الله هتلاقي إنه فيه ناس بالإيمان نفذوا إرادة الله في حياتهم عشوله مش لأنفسهم أمين أمين على فكرة ربنا مش مجرد أو يعني يعني أنا أنا بتعمل كلمة الدين الدين ده من أعمالنا إحنا إحنا الإنسان هو العمل الدين إنما ربنا عايز وناس يعني يكونوا فيهم روحه وكلمته وهم اللي يغيروا الدنيا لأن الإنسان لما يتغير هيغير الدنيا فربنا جاء ساد المسيح لها كل مجد جاء من أجل كغير الإنسان من أجل أن يديه من روحه لأننا مش هقدر أعملها الوحيد إحنا شايف إحنا عمليين بنموت في بعض عمليين بننهش في بعض حتى كتاب مؤدس بيقولنا فإن كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانزوروا لألا تفنوا بعضكم بعضا هو دي نتيجة الحطية نتيجة الروح اللي بتدت تملكنا أنه الروح الشريرة إنما لما لما ربنا يدينا من روحه يغيرنا أمين أمين وأقدر أميز وأقدر أميز بقى أي فكرة غلط يدخلني أي روح شريرة تجاه أخويا أو تجاه أختي صعيد هقدر أميز وأفعلا في وحدة مع الله بنصلي إنه ده يكون الأثر أمين شكرا يا سوزي وانت دايما بتنوريني وإلى اللقاء لما تيجي بقى المرة الجاي ربنا أقول بس كلمة لإخواتي اللي سمعيني كلهم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير أمين ودي مش يوتوبيا أو دي مش هبل والعبط إنما ده الله لأن الله كله خير أمين والسلام يبدأ في قلوبنا أولا وربنا يستخدمه لمن حولنا ربنا يباركك يا سوزي واستخدمك شكرا لا أبدا بالعكس يعني أغتريتي الحلقة فعلا شكرا ربنا يباركك باي على فكرة عايزة أرجع ألم بقى فكرة صورة البطل دي أحيانا بطل القصة مش لازم في فيلم مثلا يعني أخدها مثلا بطل القصة في فيلم مش لازم يكون بطل كويس يعني ففي قصص المركز بتاع القصة البطل بتاعها شرير يعني محمود المليجي مثلا يعني ويبقى هو البطل وممكن يبقى بطل القصة بطل شجاع بيخلص المظلومين ويقف مع الحق وإسانة المجتمع وبصورة إيجابية تعريف بطل إنه يعني المعروف لتعريف كلمة بطل إنه شخص ينظر إليه بإعجاب وتقدير لإنه شجاع ونبيل مش شجاع وشرير لإنه هناك شجاعة يأتي معها شر فاللي إحنا شفناه ده الناس اللي بتسقف لمحمد صلاح وتقولك يعني يعني ده شوه اسم محمد صلاح بتاع الكور يعني مع الاعتذار لمحمد صلاح بتاع الكور ده مش شجاع أبدا ونبيل لا يمكن إنه يكون ما صنع نبل أبدا ولكن ما صنع هو شر الناس تنظر للبطل الشجاع النبيل وتقدره اللي بيساعد الناس لإنه هيكون مثلا يحتزى به في ناس ممكن تحتزي ببطل الفيلم الشرير زي شخصية عبدو موتى ده مثلا أنا مشوفتش الفيلم معرفش القصته إيه لكن شفت إنه ليه أثار سيئة على المجتمع أو إنه يكون عندك بطل القصة الشجاع اللي الناس بتبصله وتحتزي به زي سوبرمان مثلا اللي بيخلص الناس عنده قوة خارقة صحيح بس هو كل اللي بيعمله إنه بيعمل قرارات كويسة وبيخلص الناس أوكي طيب خليني أخد مكالمة الأخ سام من ميتشجن أهلا بيك يا سام تفضل قال له مساء الخير إليك مساء النور أهلا بيك تفضل حلقة البرنامج تبع كل جمعة بحضره ربنا يبركك يسعدني جدا يا سام شكرا لأنه حلو كتير وأنا دائما بحضره ربنا يخليك الله يخلينا إياك يا رب بس أنا ما رح أحكي بالدين ما بدي أنا أحكي بالدين الإسلامي ولا بالدين المسيح أنا أحكي بالنسبة للحلقة لحضرتك هلا عم بتقدميها عن الشهيد اللي فأب بمصاره وقتل الإسرائيليين نحنا أول شي أختنا نحنا ما عنا مشكلة مع الإسرائيلية بالمرة بس نحنا عنا مشكلة مع الدولة اللي هي اللي بدأ السيطر على العالم العربي كله وشعار إسرائيل من النيل للفراب بس أنا النهاردة ما بكلمش على الدولة أنا بكلم على اختياراتنا كباشر لأوصل لعندك لأنه نحنا بعاقدتنا نحنا إنه بالحق الأمم المتحدة شرعت لكل إنسان بتحتل الأرضه إنه بالحق يدافع طيب بس أنا أسألك سؤال مباشر عن عن هلا أنت عم بتقدمي حلقتيك ما لش تستمي بجانوب لبنان إسرائيل عم بتقدم مع حدودنا معلش أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف بس أنا بس عايز أسألك سؤال أنا بتكلم على الفعل ده التفكير ده هل ده يعتبر بطولة هل هي دي الطريقة اللي تتحلي بيها الأمور أنا بديلي الشغلة أنا القتل هايزي القتل وأخذ بطار أنا هايزي أكبر علي فيها مرحب بك بس خلاص لأنه السلام هو اللي يأتي بسلام بالصدق إنت لو صدق باحتي وصدقيني عم بيلك الشغلة صارت معي واحد قتل إختي واختي بعدها بالبراد محتوطة بالمستشفى واجه على بيتنا هيدا اللي قتل إختي صدقيني صدقيني إن احنا عفويني عنه ربنا يبركك وأنا أسفة جدا إن أنا أسمع دي حاجة مؤلمة جدا لكن لكن الله اللي داخلك بيجعلك تختار اختيار السلام لأنه هو منبع السلام اللي في حياتك أنا متشكرة جدا يا سام وربنا يبركك واحدة إختي مقتولة محتوطة بالبراد بعدها يعني شو بنتك تقولي عنه يعني عندنا كتير أعصاب رايحة طبعا لكن أنا فاهم أنتوا عائلة مسيحية لا أننا عائلة مسلمة يعني دي حاجة كويسة جد إنك تقدر تغفر يعني وقعتله أخته وإيجا عاديش رفقه عندنا بالباب يعني والله طعب طعب أنا نص عائلة بلبنان مسلحية للطراحة إذن إنت معايا أنه التعدي والقاتل إرهاب طبعا طبعا أنا بشكرك لأنه قدامي ثلاث دقايق لازم أختم الحلقة بشكرك جدا يا سام وبرجوك تكمل اتصالاتك بنا أشكرك أشكرك مع السلام طيب شوفوا القصة في الكتاب المقدس مركزها المسيح المسيح هو بطل القصة في الكتاب المقدس قدم نفسه ليخلص آخرين ثم أصبح أتباعه هكذا أيضا فمش هتلاقي المسيحي أبدا عنده نزعت أنه يروح يدافع عن نفسه بقتل آخر ده مش تعليم كتابي ولن تجده في الكتاب المقدس أبدا ده الفرق بين البطولات الإسلامية والبطولات المسيحية البطولات الإسلامية بنيت على الغزوات والقتل والقصص والقصص والكلام ده كله لكن البطولات المسيحية بنيت على المثل اللي في المسيح أنك تعيش زي المسيح التضحية بالنفس من أجل الدفاع عن الآخر و أنك تكون مثل للمسيح ما فيش الكلام ده في في الإسلام ما فيش المصدر الله اللي بيرتكزوا عليه بيقول لهم اقتلوا علشان أديكم حاجة اقتلوا علشان تدفعوا عني المسيح ما بيقولش كده أبدا عندما يكون المسيح مركز حياتك بطل القصة اللي أنت عايشها مركز الحياة اللي أنت عايشها هتكون النتائج اللي في حياتك كلها سلام لأنه ملك السلام قصتك وقصتي لو أنت بتتبعه مركزها هو العهد القديم كان في ذكر الأبطال كتير خاضوا حروب لكن الحروب لم تكن الهدف بل مواعيد الله لشعب لشعبه هي اللي كانت الهدف في العهد الجديد الكتاب المقدس أخذ أسامي هؤلاء الأبطال اللي كان بيتكلم عنهم زي إبراهيم وداود ونوح ويوسف وسارة وكل دول اتكلم عنهم الكتاب المقدس مش لذكر الحروب اللي خدوها ولا البطولات اللي عملوها على الأرض ولكن ذكروا لأنهم كانت شجاعتهم وتفانيهم وإنكرهم للذات والبطولات اللي قدموها كانت كلها في طاعة الله واتباع واتباع إرادة الله والبحث عن إرادة الله حتى لو أخطأوا كانوا بيرجعوا لطاعة الله ناس زينا ليهم هما أبطال الإيمان بيتقال عليهم كذا لكن هما زي وزي كان ليهم أخطاء لكن كان ليهم رجاء الإيمان بالمسيح الانتظار المسيح اللي شالهم لحد ما جئوا العامل المشترك إنهم أطاعوا الله وأيضا الإيمان اللي كانوا بالإيمان ناظرين إلى رئيس الإيمان ومنتظرينه فكانت بطولاتهم بناء إدت للمجتمع حاجة يعني للمجتمع المسيحي معنى يقدروا يرتكزوا عليه ما فيش حاجة اسمها شهادة في المسيحية أنك تروح تقتل فتبقى شهيد لأ الشهادة في المسيحية إن أنت تقتل من أجل اسم مجد الله أو من أجل إنك تنقذ آخرين أو إنك لا تنكر اسم المسيح دي اسمها شهادة ناس مسالمين لكن القاتل اسأل الله إن ربنا يغير فكرك عن المعنى الحقيقي لإنك تكون بطل إيمان حقيقي مركز حياتك المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر